والصلاة والسلام على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزَّه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم نحضر في مجلس العلم ابتغاء مرضات الله لطلب السواب والأجر من الله ورد في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم سمى مجالس العلم برياض الجنة وورد في حديث آخر أن الملائكة يتداعون يحف بعضهم بعضا فوق مجلس العلم إلى أن يصلوا إلى السماء مجلس العلم فيه الخير والنور والنعمة والبركة مجلس العلم مجلس عظيم كثير الفوائد فمن أخلص لله في نيته هو الذي يستفيد الأجر والثواب قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فالعمل الصالح يحتاج لنية حسنة العمل الصالح يحتاج لنية حسنة يعني الإنسان المؤمن المسلم عندما يعمل عمل فيه طاعة عمل يحبه الله يرضاه الله يستحضر في قلبه أنا أعمل هذا العمل لله عز وجل ابتغاء مرضات الله لطلب السواب والأجر من الله هذا معنى إخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم أو في فعل العمل الصالح ولازلنا في الحديث عن الإسراء مما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء وكنا في الدرس الأول قلنا إن الإسراء في الأرض والإسراء كان على البراق وأجبنا عن مسائل وذكرنا أمور تتعلق بهذا الموضوع لكن نتكلم اليوم عن بعض الأشياء التي حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء أي في الأرض وهو في الأرض من هذه الأشياء التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يزرعون ويحصدون في يومين وهذا في العادة لا يصير بحسب العادة لا يصير أن يزرع الناس ويحصدوا في يومين إذن ما المقصود من هذا الشيء الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى عظيم أجر وسواب ومراتب وشأن وشرف المجاهدين في سبيل الله شأن المجاهد في سبيل الله الشهيد الذي يستشهد في سبيل الله هؤلاء لهم شأن عظيم في الآخرة وأولا ليعلم أن الشهيد لا يكون إلا مسلما الشهيد لا يكون إلا مسلما لماذا؟ لأن الشهيد كما ذكر بعض العلماء ومنهم الإمام الحافظ الفقيه ابن دقيق العيد الشافعي قال الشهيد من شهد الله له بالجنة وقال بعض العلماء الشهيد من شهدت من شهدت له الملائكة بالجنة فهل هذا يكون لغير مسلم؟ لا إذن الشهادات بجميع أنواعها من خصائص المسلم يعني كل أنواع الشهادات خاصة بالمسلمين فلا يكون من سب الله لا يكون شهيدا لا يكون من سب الرسول والإسلام والقرآن شهيدا لا يكون من مات على غير الإسلام شهيدا فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في الإسراء أناسا يزرعون ويحصدون في يومين فقال له جبريل عليه السلام هؤلاء المجاهدون في سبيل الله لعظيم شأنهم وشرفهم وعلو قدرهم تصوروا تخيلوا أن الشهيد لأن نتكلم عن شهيد المعركة لأن الشهادة أنواع أعلى أنواع الشهادات الشهادة في سبيل الله يعني شهيد المعركة هذا أعلى أنواع الشهادات تخيلوا معي أن الشهيد شهيد المعركة أول ما يصاب لو كان أصيب بقذيفة بقذيفة أصيب أو شق بالسيف لا يجد إلا كقرصة لا يجد إلا كقرصة من حيث الألم يعني وأول دفع الدم تقع تخرج من جسمه يغفر الله له تغفر له زنوبه المهم أنه مسلم لو كانت زنوبه ملأت ما بين السماوات والأرض يغفرها الله له لو كانت زنوبه عنان السماء لو كانت زنوبه بوزن الجبال من حيث السقل والكسرة لأنه مسلم وقتل شهيدا في سبيل الله الله يغفر له فلا يعذبه لا في القبر ولا في مواقف القيامة ولا يدخل النار وليس هذا فقط بل له مراتب وله بشائر وله الكثير من ما يفرحه ويظهر مقامه وعلو شأنه صوروا من هالأشياء أن هذا الشهيد له تاج الوقار كما ورد في بعض الأحاديث تاج الوقار الياقوت الدر فيه خير من الدنيا وما فيها هذه الياقوتة أو الدر الواحدة التي فيه هذا الشهيد يشفع في عدد من أهل بيته المسلمين العصاط مش بس هو نجم للعذاب كمان بيشفع بسبعين إنسان مسلم نقرأ يبينه اللي ماتوا عليهم كبائر يعني كانوا مستحقين للعذاب هو ينقذهم من العذاب مسلمين هو يشفع فيهم لو كانوا مستوجبين للعذاب يعني عليهم كبائر تخيلوا معي أن موضع هذه الإصابة يعني إجت الرصاصة هون مثلا أو برأبته أو بمكان آخر هذا الموضع يوم القيامة يفوح منه رائحة أطيب من رائحة المسك أطيب من رائحة المسك ومع ما له في الجنة من الدرجات والمراتب والحور العين هذا لشهيد المعركة وشهيد المعركة جسده لا يبله لو بعد مئة سنة إن هدم قبره جسده يظهر كما هو لو بعد مئة سنة وهذا ليس بعزيز على الله طيب إن سألتني هذا شهيد المعركة أول ما يقتل روحه تصعد إلى الجنة روحه تصعد إلى الجنة طيب والجسد في الأرض يبقى منعما وبين الروح والجسد اتصال فيحس بالنعيم في القبر في الأرض يعني مثال للتقريب الشمس كم تبعد عن الأرض شو؟ كتير ما هيك؟ طيب نحن في الأرض نحس بها أم لا؟ نشاهد نفعها أم لا؟ ننتفع بدننا ينتفع بها أم لا؟ وروحه الشهيد في الجنة وجسده في القبر بينهما اتصال فيصل إليه النعيم هذا ليس بعزيز على الله هذا ليس بعزيز على الله عز وجل شهيد المعركة لا يجيف معناته اللي كان يكتبول عوراء النعوة الشهيد البطل الذي شارك في معركة كذا بعدهم جايبينه من البراد وعن بيطلع منه الدود يعني هذا منه شهيد معركة بيكتبولوا عوراء النعوة الشهيد البطل الذي حرر والذي اقتحم والذي فعل تالت يوم لما جايين يذفنوا حاطين كم ميت عم ناخير من الرائحة العفنة التي تخرج منه هذا منه شهيد معركة شهيد المعركة لو يبقى على وجه الأرض شهر أو يدفن في الأرض مئة سنة لا ينتفخ ولا يجيف ولا يتعفن ولا يدود ولا يدود ولا يبلى جسده حصل مع بعض المسلمين في هذه الأمة عم نحكي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن عددا من الشهداء الذين دفنوا في أحد أحد وين في المدينة المنورة تسمعوا بمعركة أحد أيام الرسول الرسول والصحابة ضد المشركين بعض الصحابة الذين قتلوا في أحد قتلوا في أحد دفنوا هناك وإلى الآن في مقابر وتزار شهداء أحد معروفين في مكان واحد في قريب السبعين شهيد وفي بقعة تانية بيتخلل بيناتهم الطريق العام والشارع هذه كتير من الناس ما بيعرفوها كمان فيها عدد من شهداء أحد طيب في زمن الرسول قتلوا صلى الله عليه وسلم مات الرسول عليه الصلاة والسلام مين صار الخليفة أبو بكر الصديق بعد منه مين عمر بعد منه مين عثمان بعد منه مين علي بعد منه مين الحسن رضي الله عنهم جميعا شوف قدي مضى وبعد الحسن معاوية بعد الحسن معاوية في زمن خلافة معاوية العمال عم بيفتحوا طريق لألماء قناة وين في أحد أحد العمال اللي عم بيضرب بالأرض والمعول والمعول معه من بيّن أنه في قبر هون قرب شهداء أحد هو عم بيضرب بالأرض أصاب المعول قدمي اثنين من الصحابة فخرج الدم منهما كأنهما على قيد الحياة نائمين شوف قدي مضى عليهم من الوقت بعد ذلك بعد ذلك في المعارك بين المسلمين وغيرهم حصلت حوادث عديدة بعض القرى التي حصل فيها معارك مع الكفار ثم اقتحمها الكفار اقتحاما هائلا ما أدروا المسلمين يذفنوا الشهداء وضعوهم في الآبار بشين الكفار ما يمسلوا فيهم بشين الكفار ما يمسلوا فيهم وضعوهم في الآبار ورجعوا بعد ستة أشهر إلى بلدتهم وأخرجوا الشهداء من الآبار رائحة المسك تفوح منهم وحوادث أخرى من شهداء البحر من خرج رأسه من الماء وهو يتلو بلى أحياء عند ربهم يرزقون شهداء المعركة معروف المزايا التي لهم أما هذا اللي بيقولك يي كرنش وجيف وعفن وانتفخ هذا منه شهيد معركة انتبه نحن عم نحكي عن شهيد المعركة إذا كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي قتل مظلوما ظلما وعدوانا وبغيا فسقا وخبثا أبو لؤلؤة المجوسي هو الذي قتله وبعد مئة سن من دفنه لسيدنا عمر وبتعرف حر المدينة اللي بيعرف المدينة بيعرف حر المدينة لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صبر على لأوائها كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا من شدة حرها ومن شدة بردها تخيل في البقيع بسنب بذوب الجسد في البقيع من شدة الحر الأجساد التي تبلغ بسنة هناك تبلغ بيجوا الحفارين بيفتحوا القبور بعد سنة إذا شايفوا حدا بعد ما بلي بيعلموا القبر تعرفوا القبور في البقيع ما لا شواهد ولا أسماء إذا شايفوا جسد ما بلي يعلمون القبر بيتركوه سنة تانية لما بيفتحوا ليذفنوا في حدا بيشوفوا ما بلي بيتركوه بيعلموا عليه ثم بعد ذلك يقولون هذا عامر يعني لا يبلغ من سرعة ما تبلغ الأجساد في البقيع فإذا كان بسنة بحسب العادي الجسد الذي يبلغ في البقيع يبلغ عمر رضي الله عنه بعد مئة عام انهدم جدار قبره فظهروا إجرتين فزع الناس ظنوا أن يكون قبر النبي قام إجا حفيد لعمر نظر قال هذه قدم جد هذه قدم عمر بعد مئة سنة لم يبلغ رجله كما هي لا ذاب اللحم ولا العضل ولا العضل هنا في دمشق شيخ من الصالحين من أهل البيت من ذرية الحسن والحسين هو حسين من ذرية الحسين من أولاد فاطمة وعلي رضي الله عنهم اسمه الشيخ حسن اسمه الشيخ حسن الجباوي مدفون في دمشق حفيده اللي من ذريةه يعني مش الحفيد المباشر عم نقول خمسمائة سنة مضى على دفنه الشيخ أبو هيسم عبد الملك السعدي بعده حي الرجل الله يعافيه ويحفظه هو حكى لنا هو حكى لنا قال اجت الدولة خبرت قال انه بدنا نفتح طريق اللي قالهم قبور يجوا يشيلوا القبور فجينا نحن وعملنا نوبة هن عندهم الزاوية السعودية بدمشق في القيمارية اجوا فتحوا القبر قال لي انا نزلته في القبر قال لي بعده جسده متل ما هو قال لي صرد دسدس على عضليته بعده ما ذابت جسمه كامل فتح عن الكفن شوي جسمه قال لي بعده كما هو قال لي اخرجناه بجنازة كأنه مات الآن وفرجيني الصور صور مش فيديو صور ورقية كيف شيلينه بالكفن وكيف عبينقلوه والناس ماشية بجنازة كأنه اليوم مات مئات البشر في دمشق هذا حفيظه اللي نزل بقبره بعده حي روح اسألوه عم بعطيكم اسمه واسم المنطقة الشيخ ابو هيسم عبد الملك السعدي في دمشق في حي القيمارية الزاوية السعودية روح اسألوهم اذا ابو عمر بن الصلاح هذا من 850 سنة تقديم كمان في دمشق وروح اسأله وروح اسأله احد اكبر واشهر مشايخ دمشق لهو الشيخ سهيل ابو سليمان الزبيبي هذا فقيه حنفي وقوي في النحو واللغة والشيخ عبد الله كان يمدحه يعني شيخنا رحمه الله كان يسنع له ويمدحه ويقول هذا قلبه حي قلبه حاضر جريء في امر الدعوة في انكار المنكر كان يساعدنا يعني يساعد الشيخ لما كان في دمشق قبل خمسين سنة انا اعرفه وزرته في بيته ما زال حيا فيما اعلم قبل الاحداث انا زرته كان بعد حي توفيت زوجته رحمه الله رحنا عزينا كان بعده على قيد الحياة فيما اعلم اسألوا عنه عم بعطيكم اسمه الكامل الشيخ سهيل ابو سليمان الزبيبي فقيه معروف في دمشق روحوا اسألوا عنه الحفار اللي كان موجود عبد المتعال عبد المتعال الدمشقي هو اللي حكيله لابو سليمان لما شيله قبر الامام الفقيه الحافظ الولي الصالح ابو عمر بن الصلاح كان وقتها من مئة وخمسة وعشرين سنة هذه القصة من قريب الخمسة وعشرين سنة ما زال جسده كما هو والعرق على جبهته وجبينه وهذا ليس بعزيز على الله مش الأنبياء ليلة المعراج خرجوا من قبورهم مش قلنا جاءوا إلى المسجد الأقصى وصل النبي بهم إماما إذن هذا ليس بعزيز على الله الله الذي حفظ الأنبياء قادر على حفظ الأولياء أو بعض الأولياء وشهداء المعركة ليه أولنا أو بعض الأولياء لأنه ما في نص أن جسد الولي لا يبلغ أما شهيد المعركة لا يبلغ هذا بالاتفاق والأحاديث ومعنى الآيات فإذن هذا ليس بعزيز على الله الله على كل شيء قدير وهذا ممكن ما بتسمعوا بقصة أهل الكهف قصة بالقرآن سورة كبيرة طويلة في القرآن قرأوها قصة عزير الذي ذكره الله في سورة البقرة فأماته الله مئة عام ثم بعثه قام صار يتلو على الناس التوراة الأصلية فأعادوا كتابتها من حفظه بعد مئة سن من موته هذا في القرآن قرأوا في سورة البقرة قصة عزير قرأوا في القرآن سورة الكهف وهذه الوقائع والشواهد والشواهد هنا في الباشورة عندنا حصلت حوادث وعديدة مع أناس نعرفهم إذن هذا ليس بعزيز على الله الله لا يعجزه شيء فشهيد المعركة لا ينتفخ شهيد المعركة لا يجيف ما بيدود ما بعفن ما بتأكلوا الحشرات ما بتأكلوا الديدان والعقارب والأفاعي الله يحفظ جسده الله يحفظ جسد هذا الشهيد وقلنا كل أنواع الشهادات خاصة بالمسلمين ومن رحمة الله بأمة محمد أن أنواع الشهادات في أمة محمد كثيرة يعني أدي صارنا بلشين بس عم نحكي عن شهيد المعركة وشؤله من البشائر ها وشؤله من الخيرات وماذا له في الدنيا في القبر وفي الآخرة طيب غير مين من الشهداء من أنواع الشهادات في أمة محمد كما ورد في الحديث أن المسلم الذي يموت غرقا يكون شهيدا والمسلم الذي يموت حرقا شهيد والمسلم الذي يموت ترديا مش بكب حاله مثل اليوم طالع موضة وموجي قد يقال عند المساطيل اللي هي الانتحار سيعب يحرق حاله سيعب يحرق بنته سيعب يحرق ابنه هذه من بطولة هذه هذه سخافة هولي جبناء ما قادر يصبر على شوية وضع صعب رايح يحرق أولاده قال يا هذا ما خرجه يربي تجيجي هذا هذا بده يعرف ربي أولاد بده يحرق أولاده بده يحرق حاله بده يكب حاله بده يؤوس حاله هذا منتحر هذا يستحق العذاب في جهنم وإن استحل ذلك أو استحسن صار كافرا إذا بينتحر وهو بيقول حرام وما بيجوز هذا منه كافر لكن ارتكب أكبر زند بعد الكفر أكبر الزنوب على الإطلاق الكفر بأنواعه بعد الكفر شو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فبيكون مرتكب لأكبر الزنوب بعد الكفر هذا إذا كان لم يستحل ما قال حلال الانتحار ولا قال شي منيح ولا قال أحسن لا بيقول حرام وما بيجوز وخبصه كبير وفسقه فجور بس ما بقادر عزعمه ما بقادر أتل حاله أو أتل ولده هذا ظالم فاسق ملعون خبيث من أهل الكبائر لكن لا يكفر ويستحق أن يعذب في جهنم أم تين بيصير كفر قلنا إن استحل يعني إذا قال حلال أو شي منيح استحسن الانتحار سيعته بيكون صار كفر لأنه كذب الله كذب القرآن كذب الرسول كذب الإجماع فيصير كافرا خارجا من الإسلام فانتبه لما عم بقول مات مترديا مترديا يعني وقع مش وقع حاله مترديا يعني وقع بدون قصد منه مش هو كب حاله أنا عم بحكي عن من وقع بدون إرادة منه بدون قصد مش في ناس بيكونوا عجبال عم بيقطعوا أميكن خطرة تزحة إجرب يوقع بيموت مثل هذا لا يقصد أو واحد واقف على طرف السطح بدون قصد منه في منهم بيدوخوا بيوقع أو منه عرفين فيه هون مهوار حط إجروا نزل ببعض البنايات الورش أماكن المصاعد بعض الناس ما بينتبهولها يمكن يخمن كرتوني هون يدعس بينزل وين بالمكان اللي بيسموه المنور طيال الورشة هذا متردي وأعن الجبل وأعن الشجرة وأعن العامود وأعن السطح ميت هذا شهيد طيب هيدا شو إله ليس بمرتبة شهيد المعركة اللي حكينا عنها لكن لا يعذب بالمرة لا في القبر ولا في مواقف القيامة ولا يدخل النار يعني في النجاة من العذاب يصير كالأتقياء انتبهوا مع بقول بمجرد أنه مات بنوع من أنواع الشهادات صار تقيا انتبهوا شو قلت في النجاة من العذاب أما الإنسان اللي هو تقي أفضل من شهيد الغرق أو التردي أو الهدم الغير تقي التقي أفضل بيكون واضح واضح يعني مش هيدا عم نقول ما بيتعذب بالمرة بس التقي أفضل منه إذا كان هو هيدا منه تقي فالحاصل أن أي نوع من أنواع الشهادات من نال نوعا منها فمات لا يعذب الشرط الأول شو بدي يكون قولنا مسلم كل أنواع الشهادات خاصة بالمسلمين خلوكنوا مذكرين ما في كافر شهيد الشهيد من شهد الله له بالجنة أو شهدت له الملائكة بالجنة طيب إذن شو قلنا من مات غرقا أو مات ترديا أو مات حرقا أو مات شو بالهدم وأعليه الحيط وأعطي عليه البنية وأعليه البيت وأعطي عليه صخرة فمات هذا شهيد بالهدم مات هذا شهيد ومن قتله بطنه فهو شهيد يعني بسبب مرض في البطن مات وهذا كثير في أمة محمد وكل هذه الأنواع الحمد لله شهادات يعني قد يكون هذا عايش خمسين سنة عنده معاصي كثيرة بموت بنوع من أنواع الشهادات الله ينجيه من العذاب هذا من رحمة الله هذا ببركة دين الإسلام ببركة محمد وعقيدته صلى الله عليه وسلم يموت بنوع من الشهادات لا يعذب نجى من العذاب والعذاب منه سهل العذاب ليس هيناً ليس شيئاً يظنه الإنسان أنه مارئ بزحمة مالية بأزمة مالية لا العذاب لمن عذب في الآخرة لو كين من أهل الكبائر ومنه كفر منه شيئاً لحظة من عذاب جهنم لا نطيق لحظة لمحة لا نطيق الله ماذا قال عن الأنبياء والأولياء والصلحاء أولئك عنها مبعدون يا سلام بشرة عظيمة أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها في أمن وأمان أمن وأمان وأيضاً من أنواع الشهادات من قتل ظلماً واحد بدون سبب إجا قتل مسلماً ظلماً وعدواناً هذا المقتول ظلماً شهيد شهيد ظلم أمنواً شهداء معركة نعم لكن هيداً نوع من أنواع الشهادات وأيضاً ورد في الحديث من قتل دون عرضه فهو شهيد واحد جاي يعتديله على زوجته فحام عنها ودفع عنها الزنا جاي واحد بده يعتدي عليها قام يدافع عن زوجته إلى أن قتل يكون شهيداً يكون شهيداً من قتل دون ماله من قتل دون أرضه من قتل دون عرضه من قتل دون دينه فهو شهيد كل هذه أنواع من الشهادات موت الغريب شهادة واحد غريب عن أهله بلده ميت عند الموت يجد حسرة حسرة ألم شديد في قلبه أنه يموت بعيداً عن أهله ووطنه الله يعوضه الشهادة الله يعطيه الشهادة بيصير عنده حسرة عجيبة هو عن بيموت الله يعطيه الشهادة بس بد يكون مسلم هذا الشرط الأول موت الغريب شهادة والمرأة تموت بجمع شهيدة المرأة تموت بجمع شهيدة كمان بدأت تكون مسلمة خلص صار في قاعدة كل أنواع الشهادات للمسلمين شو يعني المرأة تموت بجمع يعني المرأة التي تموت بسبب الولادة المرأة شوفوا أدي الأم إلى شأن أدي الأم بتتحمل أدي بتتعب بعض الأمهات تموت وهي تلد هي بتموت ابنها بعيش سبحان الله العظيم وبعض الشباب والشابات لا يعرفون قدر الأمهات والآباء لا يكونون بارين بأمهاتهم وآبائهم مع أن بر الأمهات والآباء بركة في الدنيا والآخرة بركة في الدنيا والآخرة والعاق لأبويه الله لا يبارك فيه من كان عاقا لأبويه وهذا كان حاله ومات على ذلك الله لا يبارك فيه ومن كان عاقا لأبويه عاقبته وخيمة وبعض الذين يقعون في ذنب العقوق الله يعجل عليهم ولهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة قبل الآخرة شوفوا المرأة المسلمة إن ماتت بسبب الولادة تكون شهيدة فلا تعذب لا في القبر ولا في مواقف القيامة ولا تدخل النار كل أنواع الشهادات خاصة بالمسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى في إسرائيه أناسا يزرعون ويحصدون في يومين فقال له جبريل هؤلاء المجاهدون في سبيل الله بدلا تكون نيتو شو قلنا أول الدرس لله مش بشين يقولوا عنه عن طر زمينه أبو عضليت مش بشين يقولوا عنه المقدام الشجاع أسد المعارك بطل الحروب لا إذا كان مرائيا لا يكون شهيدا بيكون عليه ذنب من الكبائر ولا ينال الشهادة وهذا قد يعفن وقد يدود وقد ينتفخ وقد يجيف وقد تأكلوا الحشرات لأنه مات مرائيا مرتكبا للكبيرة أما اللي عم نحكي عنه شهيد المعركة نيته بتكون لله نيته صافية مش بشين المعاش أخر الشهر مش بشين خطيبته تعجب به أكتر مش بشين يلفت أنظار بنات الحي هذا ما بيكون شهيد لأنه ليس مخلصا قاتل لأجل أن يمدح قاتل لأجل أن يسني الناس عليه لأجل أن يمدحه الناس فلا يكون شهيدا واللي بيكون على غير الإسلام بأي كفرية على أي عقيدة فيس ديميت كمام ما بيكون شهيد كذلك لا يكون شهيدا ومما رآه صلى الله عليه وسلم في الإسراء رأى ثورا يخرج من منفز ضيق ثم يريد أن يعود فلا يستطيع تخيل أنت حجم الثور والمنفز الضيق هذا الثور بدو يرجع في المنفز الضيق لا يستطيع ورأى أناسا تقطع تقرض شفاههم بمقصات من نار فقال له جبريل هؤلاء صار عندنا هون صنفين الذي يتكلم بالكلمة الفاسدة التي فيها ضرر على الناس انتشر ثم يريد أن يعيدها فلا يستطيع وهؤلاء خطباء الفتنة شوف ما لحاله شوف صورت تهديد وعيد انذار تخويف لهؤلاء الذين أفسدوا ويفسدون في الأرض الذي يتكلم بالكلمة الفاسدة بيطلع الفضائيات ربع ساعة بيحكي كلمة كفرية بتنتشر بين مليارات البشر بيطلع خمسة ضاية على الفيسبوك بيحكي كلمة كفرية كلمة فاسدة تنتشر بين ملايين البشر بيطلع خطبة جمعة مؤتمر محاضرة برنامج تلفزيوني بيحكي كلام فاسد كلام خبيث كلام مكذب للقرآن مكذب للدين مكذب للإسلام طعن في الأنبياء ينتشر في الدنيا في الدنيا كيف بده يرجع يرجع هالشي هذا انتشر هؤلاء رآهم الرسول بهذه الصورة المخوفة تخيل انت شفيفو تقرض تقطع بمقاريض بمقصات من نار وهؤلاء اليوم كثر وهؤلاء اليوم كثر وأحد هؤلاء يدعو إلى عقيدة الاعتزال يدعو إلى اعتقاد القدرية المعتزلة الذين كذبوا الله والرسول والقرآن والأنبياء إلى عقيدة كفرية بشعة شنيعة شو هي عقيدة القدرية يلي بيقول الإنسان يخلق أفعاله الاختيارية وليس الله يخلقها يعني جعلوا مع الله شو شركاء يعني جعلوا لله شو شركاء لا يحصون يعني عن بيقول الله عاجز الله ضعيف الله مغلوب يدخل في ملكه ما لم يشأه يعني دخل في الكون والعالم رغما عن مشيئة الله هل الذي يقول هذا يكون مسلما يلي بيقول الشر ليس بخلق الله بيقول بيقول ما تفعلونه من أعمال من أعمال بيقول هذا لا دخل فيه للقضاء والقدر هذا باختياركم يكون يلي بيقول الشر ليس له خالق يلي بيقول الشر بالإطلاق لا وجود له قال لأنه يتنافى يتعارض مع وجود الله بدي أسأل سؤال من الذي خلق إبليس والله عالم ماذا سيكون إبليس وماذا سيفعل إبليس أم لا ومع ذلك خلقه أم لا يعني من خالق الخير والشر شفت ما أسهلها الله يقول قل الله خالق كل شيء قرآن ما قال بس الخير انتبهوا لإيه صريحة قل الله خالق كل شيء هذا القرآن وقال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون وأعمالنا فيها خير وشر أم لا مش بعض الناس بيكذبوا بيئذوا بيظلموا بيصرقوا بيزنوا بيخمروا هذا شر هذا شر الله يقول والله خلقكم وما تعملون ما قال بس من الخير وما تعملون قل الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء هذه أي تيلته هل من خالق غير الله آيات كثيرة آيات كثيرة أليس الله يقول في القرآن من شر ما خلق هو يقول الشر على زعمه بالإطلاق لا وجود له ليس له خالق يعني عزعمه كل البشر والإنس والجن والملائكة والبهائم شركاء لله شركاء مع الله والله ماذا يقول في القرآن قل إن صلات ونسك ومحياية وممات لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له في ذلك والرسول ماذا يقول كل شيء بقدر الرسول يقول كل شيء بقدر هذا صحيح رواه البيهق وماذا قال الرسول بعد اسمعوا لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر قال سيدنا علي على منبر الكوفة ليس منا من لم يؤمن بالقدر خيره وشره سيدنا علي بن أبي طالب عن بيقول اللي بيكذب بالقدر هذا كيفر من مسلم الإمام الأوزاعي والإمام الحسن البصري قالا من كذب بالقدر فقد كفر الرسول قال صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام المرجئة والقدرية والحمد لله رب العالمين هللوا وصلوا على رسول الله